دكتور محمود هاشم اشتغل على علاج للمالاريا والعلاج اللي هو اشتغل عليه بقى موجود في معظم دول أفريقيا وهذا العلاج على حد ما علمت انه بيطلع من مصر كمان دكتور محمود زي حضرتك أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد وألف مبروك يعني دي حاجة عظيمة ومجهود بحسي كبير جداً في تاريخ حضرتك يعني في 11 براءة اختراع وفي عشرات من الأبحاث العلمية منشورة في كبرى الدوريات العلمية على مستوى العالم لكن في رحلة قوية جداً في مكافحة ملاريا في الدول الأفريقية هذه الرحلة أصفرت على أنه جامعة كبيرة زي إيست لندن بتمناح حضرتك دكتورة فخرية طبعاً ده جنب الدكتورهات الكتيرة لحضرتك أخذتها على مدار مشوارك العلمي شكراً جزيلاً أستاذ أحمد على هذا الإسراء وطبعاً شرف كبير لي وإعتراف وتقدير من جامعة إست لندن بمنح الدكتورة الفخرية وكانت بالصدفة البحثة بعد حصولي بفضل الله سبحانه وتعالى على جائزة النيل وبنقول أنه ده ليس بس مجرد إعتراف بعمالي فقط بل هو احتفاء بالجهود الجماعية لكل الذين ألهموني ودعموني طوال مسيرة الأكاديمية أخص بالذكر للفريق البحثي الذي عمل معي في المدرسة العلمية من طلاب الدراسات العليا مجستير ودكتوراه ليه الشرف أن أنا أشرفت على حوالي 110 رسالة مجستير ودكتوراه شباب ما شاء الله واعد وبنقول مصر ولادة وبنقول حضرتك كمان مصر تستطيع كل ما فيها من شباب ومن زخيرة عظيمة للأسف إحنا لازم نديها حقها الشباب المصري الواعد اللي هو فعلا يعني قواد المستقبل ورواد الحضارة وأنا بسميهم دايما بقول أن هما دول أحفاد الفراعنة والغاية النهاردة أسرار الحضارة الفراعنية وأسرار الحرارة العربية أسرت على كل دول الأحفاد اللي لهم مستقبل في مصر ومصر بتستطيع بكل إمكانياتها وأهم إمكانياتها اللي هو البشر التقدير ده هو بكل أمانة كان إنجازات وابتكارات اللي حصلت فيه زي ما حضرتك تفضلت للمالاريا والتروبيكال ديزيزيزز اللي هي الأوبئة أو الأمراض الوبئية زي البلهاريسيا زي الحمى الدنك أو الدنك فيفر زي الفلاريازيس الحاجات دي مالهاش علاج في حاجات كتيرة مالهاش علاج وإحنا الاختراع بتاعنا مالوش علاج كل اللي بنعمله أن احنا بنقطع دورة حياة البعود اللي هو الناقل للأمراض بتكنولوجيا جديدة يعني الدكتور محمود معلش تصحيحا لمسألة حضرتك ما بتشتغلش على المرض حضرتك بتمنع المرض يعني بتشتغل على البعود اللي بينقل المرض في أنك بتقطع دورة الحياة بتاعته أو أي إن كان التكنيك الحياة بتشتغل به وبالتالي ده بيمنع المرض نفسه مظبوط كده بالزبط كده احنا بنقطع المرض بالأصل وهو بنعكس قدرة الخالق سبحانه وتعالى اللي هي اللي احنا بمعادلة الحياة اللي في الطبيعة اللي احنا كلنا عارفينها درسناها في المدارس اللي هي موضوع الفوتو سينسز أو التمثيل الضوئي النبات اللون الأخضر الكوروفيل ده يمتصع شعة الشمس وبيحول الطاقة الكيمية مش عايز أزعج السادة المشاهدين بالمعادلات الكيمية لكن بسيطة شديدة بيحول المية اللي من الطربة الهدروجين وأكسجين الأكسجين ده صحي بنتنفسه لو الأكسجين ده الطاقة دي عليها بحيث أن الأكسجين ده ممكن يتحول إلى أكسجين سام وده اللي بيحصل أنه يتحول في أكسجين سام يقتل أي ماكروورجانيزم نموسة ذباب منازل أي حاجة تانية ممكن تتواجد فيها الزرات الأكسجين اللي هي المشطة دي بتقتلها بزيق بلا زرية خالص يعني ده نوع يا دكتور محمود من المقاومة الحيوية اللي هو الطبيعة نفسها حقيقة مش مستخدم أي حاجة الطبيعة نفسها هو منتج طبيعي مستخلص من نباتات اللي هو اللون الأخضر اللي هو الكولوفيل أو بيسموه بالعربية الفضور وده بيترشب في المستنقعات اللي بتنمو فيها دورة الحياة بتاعة البعود وبنحط عليها مادة بس جاذبة تكلها اليراقات بتاع النموس اللي موجودة في هذه الطرب والمادة دي بتتصنع هنا دكتور بتتصنع هنا بفضل الله الله وبيتم تصدرها لكم دولة أفريقية دكتور محمود احنا حوالي 8 دول دلوقتي جربنا هذا الله بدأت بأوغندا بالسودان بأثيوبيا بنشكر برضو يعني أكيرا في جوبا بمساعدة طبعا بعض الهيئات السادية وبمساعدة وزارة الخارجية المصرية أن هي بتسهل وبال هي بتدعم النتائج على الأرض ايه دكتور محمود يعني عملت ايه؟ النتائج على الأرض النتائج على الأرض مبهرة أستاذ أحمد يعني يعني خلال ساعتين زمن من بعد رش المنتج بتاعنا في المستنقعات بنلاقي الرقابة كلها الشمس تطلع عليها بتتحول الأكسجين اللي هو الصحي اللي داخل الرقابة دي الأكسجين سام فبتقتلها لو نجحنا في دي خلاص أصبحت ما فيش بعوضة حتنتج ما فيش دورة الحيان قطعت والكلام ده طبعا عبارة عن رسائل دكتوراه وماجستير من الفين وكان من الفين واثنين بدأنا فيها يعني حضرتك حضرتك بقى لك اتنين وعشرين سنة شغال مع فريقك البحثي على هذا الموضوع نعم ليس على رقاط البعوض بس ولكن كمان على الأفات الزراعية زي دودة ورق القط زي حاجة اسمها الزبابة البيضاء ودي بقى الجميل إن هي جرين تكنولوجي بنقول اللي هي العلاج الأخضر أو التكنولوجيا الخضراء العلاج الأخضر أو غير ملوس للبيئة بالعكس وبعدين الميزة كما بتنتج بإمكانيات بسيطة فهي غير مكلفة الأهم ده كله إن المواد دي هي الأكتب إنجليدين بيسموها أو المواد الفعالة اللي هي في الكوروفيل دي دي معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية إن هي فود أدتب إحنا بنقولها بنقولها في الجرجير وبنقولها في السبانف وبنقولها في كل حاجة قضرة وما فيش أي ضرر عليها فما فيش أي ريسك للاستخدامها